ازايكو؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله والشكر لله طيب بص ثلاث حاجات هقولكو عليهم النهاردة حاجة منهم متعلقة باللي كون لسه بنتكلم فيه أنا وزملتي الهم نمر وزميلي صديق العزيز يوسف عبدين على مسألة تحركات جهاز حماية المستهلك واللي أتقال ونا أنا أشد على ايد بص يا جهاز الجهاز لما بينزل السوق بيتعدل عشان كده أنا ايه أشد على ايديهم وقول لهم لو سمحتوا يا جماعة جهاز حماية المستهلك يا يعيش يا يعيش 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 كملوا جامد قوي على قد ما تقدروا على قد ما تقدروا وفوق ما تقدروا كمان وربنا سبحانه وتعالى يدينا جميعا القدرة والقوة وان احنا يبقى ايه قادرين ان احنا نزبط السوق الجهاز نزل فعلا حرر مخالفات عشرات المخالفات كل مئات المخالفات يعني ده بجد مش هزار الناس راحوا شافوا الدفاتر شافوا الفواتير بتاعت الشرى من المصنعين المحليين شافوا الفواتير بتاعت الشرى من المستوردين الرئيسيين لقوا انه فوق السعر اللي المصنع بيقول انه يتبع بيه محطوط فوق سعر البيع خد بالك بقى محطوط فوق سعر البيع تقريبا تلاتين وخمسة وثلاتين في المية زيادة افترى ما بعده افترى يعني اللي هو مفيش كده مفيش كده الحجم خمسة وثلاتين يبعها بخمسة واربعين مع سعرها للمستهلك تبقى للمصنع خمسة واربعين خمسة وثلاتين تلاقي الراجل بيبيع بخمسة واربعين ايه عم المفتري طب حط ستة وثلاتين وده غلط عشر تلاف زيادة على سعر البيع اللي محدده المصنع ده ايه الافترى ده يا ربي ايه الافترى ده وتيجي تقولي اصل الحاجة غل الحاجة غلية علشان التجار للأسف مش هقولك كلهم لكن فيه تجار للأسف بيعملوا كده ومهماش قليليا للأسف برضو كتار وجدا وبعدين بيتفقوا مع بعض وبيعملوا جروبات يعلوا فيها الأسعار أنا تاني مش بقولك كلهم لكن للأسف عدد لا بأس بيء على الإطلاق كل القصة دي بتاعت الأسعار مرتبطة طول الوقت بقصة أصل الدولار زاد أصل الدولار زاد أصل الدولار زاد لسه مقابل شبان زي الفل فقال لي الدولار فتحكت قلت له عايزين من الدولار قال لي إحنا عايزين إيه إحنا اللي يهمنا إن الدولار سعره يهبط عشان الأسعار تهبط طيب أنا بقول لهذا الشاب الرائع وشلته اللي كانوا وقفين وبقول لكل الناس يا جماعة ما تتخدعوش بسعر السوق السودة بتاع التطبيقات وما تتخدعش بسعر السوق السودة بتاع جروبات الواتساب وما تتخدعش بسعر السوق السودة اللي بتحط على فيسبوك وبتاع ما تتخدعش علشان هي كلها كام يوم والكل هيتهبد الكل هيتهبد وهبدأ رسمي بقى هبدأ إيه؟ هبدأ رسمي يعني إيه هبدأ رسمي؟ يعني انتظر الخطوة القادمة خلال أيام قليلة جدا 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 من البنك المركزي